اشتركوا في القناة وهو ايضا الهدف رقم 20 لابن قسنطينا في مسيرته في الدرجة الاولى الالمانية وسجل بن سبعيني هدف تقدم لفريقه في الدقيقة الثانية والاربعين برأسية جميلة بعد تلقيه الكرة اثر فتحة عرضية من زامله باسكال كروز واسكن بن سبعيني الكرة في اقصى المرمى حيث لم يستطع حارس سان باول اللحق بها مبروك لبن سبعيني هدفه الاول وكل التوفيق له ولكل محترفين ما رأيكم في ذلك شاركونا بتعليق اسفل الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد